اه لاتكلم في باقي الحلقة واللي عندنانا النهاردة محمد صلاح اللي عمله محمد صلاح النهاردة في مباراة الستي اللي خلصت من شوية مش عايز اقولكم جاء بالجون الأولاني السستين ما نيه؟ عالمي الجون التاني محمد صلاح لا يمكن حضرتك تتخيل ماذا حدث في هذه المباراة في هذا الجون الشوط الأولاني ستي شوط الأولاني بالكامل ليفربول ملعبت الشوط الأولاني ولا صلاح لعل الشرط الأولاني ولكن نزل الشرط الثاني خدوا يعني من أول ثانية ليفربول داخل الشرط الثاني مع الكورة محمد صلاح الكورة اللي جات له أو جوني اللي سجلوا جوني الثاني اللي تقول يا عالمي لا لا صلاح حكاية النهاردة رأصوا واحد واثنين وثلاثة وبالمناسبة كان أهم ثلاث لعيبة في منشستر سيتي كانوا مع محمد صلاح يعني مخصصهم جارديولا لصلاح يرقبوا محمد صلاح بس زي ما حكوا شافين كده بس صلاح خدهم بر الملعب ورجع رح مش عارف فين ورجع وراح تاني ورجع وكله على الأرض صلاح يرقص كيفه ما شاء الحرفان صلاح في المساحات الضيقة ما تلاقيش أحسن محمد صلاح صلاح النهاردة ابداع هدفه التاني مهما كلمت عليه مهما تشوف الهدف تقول صلاح ده لا الحكاية تانية مش عالمي ما شفتش الهدف ده يمكن من الأهداف القليلة جدا في العالم تشوف هذا الهدف من أحلى الأهداف اللي ممكن تشوفها هدف محمد صلاح النهاردة صراحة طبعا كان مفترض انهم ماتش عايزة لوكو الشاط التاني ده يا جماعة احنا ملعبش كورة احنا ملعبش كورة الكورة اللي أنا شفتها النهاردة الكورة ما توقفش ما تعرفش الكورة الناس دي بتلعب كورة ازاي ايه الجري ده وايه الشغل وايه الحرفانة وايه الروح العالية ديت وفي اي وقت اي حد يجيب جون سيتي جيب جون ليباربول يجيب جون في اي وقت ما تعرفش من الله هيفوس الا مع صفارة الحكم الصفارة انتهى يبقى تنين اتين خلصنا غير كده لو في اخر ثانية هنا كان هيجي جون ليباربول هيجيبه جون وستي كان هيجيبه جون في اخر ثلاثين ثانية كورة مختلفة تمامة اللي احنا عارفينها واللي احنا بنعبها بصراحة مع تقدرنا لكل نجومنا وابطلنا ان شاء الله ولكن بوريكم محمد صلاح يا صلاح عايزين واحدة زي كده يوم ليبيا يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله عايزين واحدة زي ديت يعني تقدر تعملها عملتها النهاردة مع السيتي فتقدر تعملها مع ليبيا مرة واثنين ان شاء الله بإذن الله يتعالى واحدة بس تفاية مش عايزين اكتر من كده عمل لنا الحكاية اللي عمت عملتها فريق سيتي زي ان بقول لكم منشستر سيتي صلاح عمال يرقص وكل اللي يرقص يقع يعني النجيلة بصوا كله كله دي سلبة ده اللي قدامكو وقع على الارض تلقيق اتمرمغ تلات اربع مرات عصام الشوالي وانا بحيي عصام الشوالي بصراحة معلق عظيم جدا الشوالي قال لك ظهره ايه الحق ظهره وقال لي سلبة ما تروحش ناحية صلاح لاحسن هيفرج عليك العالم هيفرج عليك الدنيا كلها لما راحوا في كورة مع صلاح فقال له بعد عن صلاح صلاح هيخلي العالم يتفرج عليك وفعلا يخلي العالم يتفرج عليه خلت سلبة النهاردة وقع على الارض من الترقيق صلاح خدوش